موسيقى مشاهدينا مشاهدي قناة النهار مسائل ياسمية النهار ده خرجنا من الستيديو عشان نصور لحضراتكم حلقة خاصة جدا مش هقول انها من على هضبة المؤطم لكن هقول انها من سماء قاهرة خليكم معانا شكرا 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 مشاهدات شكرا شكرا مشاهدات شكرا 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 بالمزاج. فعايز اسألك في البداية الحمام تربيته هواية? طبعا حاجة جميلة جدا والحمام دوان حمام مصري مية في المية سلالات احنا متورس عن الاجيال كلها وعن العائلات ومش موجوف اي حتة في الدنيا اللي في مصر بس. هو الحمام بيعرف صاحبه لان هو بيقف عندك مش بيقف عندي. يعني بيبقوا واخدين علي شواء. بيبقوا فعلا عارفين. اه طبعا لان بيخش لهم كتير فطبعا بيبقوا عارفيني. طبعا انت بتقول لي حمام مصري كل الاشكال اللي انا شايفها يمكن اول مرة اشوفها في حياتي. يعني بخلاف ان انا شفتها اكيد في التليفزيون. هل ده شكل الحمام المصري الاصلي? حضرتك يزيد عن كده حوالي ست سبعة انواع في الحمام المصري. الحمام المصري ده حمام متورس من يعني الحمام ده كان موجود طول عمره في مصر. ولكن البشوات والناس كانت عندها الكلام ده. لكن قصر محمد علم. كانت عندها غية التربية تربية الحمام. وعندهم سلالات وبيعملوا معارض. ها. ما زال الكلام ده موجود ولا? بيتعمل معارض النهاردة وفرجات بس ازاي طبعا لزمن اللي فات لان كان فيه كتب وكان فيه مجلاب بيبقى مكتوب فيها اه فلان باشا كسب فلان يعني ايه كان فيه مجلاب بالكلام ده. وفيه مخطوطات عن الحمام المصري يعني فيه مخطوطة من تلتمية وستين سنة على الحمام المصري مع استاذ عادل وفيه كتب هم احنا عاملين كتب طبعا لان الحمام ده ليه لون عين ليه جفون لتكوين. ها. انا استفرجت على حاجات عيونها ملوونة او حاجات عيونها لونها بينك يعني اول مرة اشوف اللون ده في حياتي سبحان الله. ها. الصوافة حمام جميل ويعني ايه الحمام زاد نفسه العمام المصري من افضل السلالات. بس هو ورصى واحنا كغوي يعني ايه بنحاول ان احنا نوصل لمستويات افضل من كده. طيب قبل قبل مسألك على موضوع المسابقات كامل ليه قصة ان البشاوات كانوا بيرابوا بتوالي. اه محمد علي باشا الاصر بتاعه كان الحمام ده طلع منه ابتدى يطلع منه من الخمسينات وعن طريق أستاذ مجد نديم ويطلع الحمام دوان واخده أستاذ فؤاد سعد الله وأستاذ محمد لاصمر وابتدى الحمام دول أشهر المربيين المصريين واخدوا الحج محموب متولي وابتدى يعني أجيال متورس الأجيال نفس السلالة ونفس الكلام ده لأنه يعني ايه دوان حمام ليه مستوى الحج محموب متولي طبعا ده كان من أعظم الغواي وما زال أعظم الغواي لغاية دلوقتي في غاية الحمام يعني فهي قصة كلها نهي بتبقى سلالة سلالة موجودة في مصر وإحنا بنحاول نحافظ عليها ونحاول يعني نطور منه على قد الموجود اللي موجود عندنا قولي متوسط عمر الحمام قدير لك دولي بيورسه لأ الحمام بتعيش ممكن عشر سنين عشر سنين دي أعلى ممكن أعلى من عشر سنين حداشرة سنة بتقدروا تحددوا سنها ازاي لا إحنا بنبقى الحمامية لها سجل يعني لها أب وأم وبنسمى الأب والأم بأسامي يعني أسامي وبيتكتب في الكشاكيل إزاي إن هو أبو كذا وامو فلان لحد الجيل الكام بتبقى الحمامة الغالية ما تتغيرش يعني أنت عندك سجلات فيها مسبت فيها عندي حاجات مثلا النسب لحد أي تاني جير والله عندي سجلات من 2002 من 2002 الجدود مكتوب أسامي يعني مكتوب الأسامي ومكتوب الجدود ومكتوب الكلام لزي كده لازم بس تتأكد إزاي أستاذ حسام يعني لو أنا جبتلك لوقتي واحدة وقتلك السجل بتاعها مثلا مفقود تقدر تتأكد إن دي فعلا سلالة نادرة وإن دي عمرها كم سنة مستوى الجمال بتاعها والتكوين بتاعها ذات نفسه يعني أنت حضرتك لو جينا مثلا جينا نقول إيه واحد من أوروبا مثلا هتيجي تقول إيه اللي يدون عايش مثلا في أفريقيا ما ينفعش يعني أنا قصد حضرتك يعني الأشكال ذات نفسها أو الناس ذات نفسها الحمام بالنسبة لي زيها بشوفه بنفس الشكل يعني بشوف الحمام بالجمال أو يعني أنت بتقدر يتقلب الحمامية تتكلمها على منقارها على جفنها على عينيها على مخها بلبسهم دبل طبعا لازم يبقوا لابسين ده شكل دبلة لازم تبقى لابسة دبلة طب إيه الأرقام اللي عليها دي لأ عشان السلالة لأن بكتب الرقم ده فلان بن فلان كده لا معلش فاهمني أكتر فلان بن فلان بمعنى إيه يعني أنا لبست واحدة دبلة دي يعني مثلا 2209 ده آه 2209 لما لابس زغلول للرقم دوا أكتبه هو فلان بن فلان يكتب إن رقم 209 ده فلو بتسميهم؟ آه طبعا لازم بتديهم أسامي؟ لازم طب قولي أسامي اللي لأ تعرفهم من بعد إزاي ده لأ حضرتك لأ دي جولفدان ماشي بسمي الحمام إنها بربي بسميها آه لسه أنا بنتقل مجموعة آه ماشي اللي بيبقوا سأ دي جولفدان الجميلة آه الهمية دي طب مثلا جولفدان تعرفها من ملوكتها دي زي آه طبعا لا فيه فرق إجامل حضرتك أنت مش شايفانا في إيه طيب مثلا يعني يعني بصي شكل وشها حضرتك شكلها لازم يعني دي حاجات ما هو الغاوي لازم بيتعلم الحاجات دي يعني يعني أنا دي حاجات مجتد زي الخيل حضرتك وبعدين يعني يا كاد يكون ما عندهاش منقار ما كل ما يبقاش عندها منقار أزياد والشي يخش الجوه أزياد كل ما تبقى أفضل كل ما تبقى سلالة أرقى أرقى كل ما المنقاري يزغل كل ما تبقى أرقى طيب دي الأرقام هي وجنبيها مكتوب حسام الملكي حسام الملكي ده ختمة جودة يعني إن هي طالعة من غاية الملكي آه لازم تبقى كثة قولي الملكي لي علاقة بمحل الحلواني الشهيد آه إن شاء الله لي علاقة أنا بنوم آه بس بتشتغل في الحمام لا يعني هواية وتجارة ولا هي مفيش حاجة اسمها لازم أي جزء في هواية لازم يبقى في تجارة صحيح لإنك أنت بيبقى عندك زيادات غصبا عني طبعا طبعا تعملي فيها إيه زيادات لإن أنا مقدرش أنطق يعني أنطقي كل الحمام اللي بيطلع مقدرش أربيه فبضطر الغصبا عني إن في حمام ببيعه بتبيع فلازم إن أنا بيع ده طبيعا مين اللي بيشتري منك يا أستاذ حسام لا عياتك كده لا كتير مفيه غوية حمام إحنا أرقام لا يستم بيها يعني فيه غويين بيجوا يشتروا منك من بره مصر لا من بره مصر الحمام المصري مقتصر على مصر أكتر من بره مصر بس فيه ناس مصريين واخدين حمام في أبريكا واخدين حمام في البحرين مثلا في الدول أو في الكويت يعني في السعودية كذا دولة ناس واخد حمام فيه يعني كل الحمام اللي موجود في الغي إحنا لسه كمان هنفرج أستاذ المشاهدين ما شاء الله يعني فيه أنواع مئات الأنواع والأقفاص ولا بتقولوا عليها الببان الحمام الببان الحمام فيه يعني مجموعات كبيرة يجيب ده نبقى قصور هنا فيه قصور للحمام هل كل الأنواع اللي موجودة دي مصرية؟ الحمام ده مصر مية في المية لا يوجد في أي حتة في الدنيا يعني بص حضراتك لا يمكن يتوجد في أي حتة في الدنيا لا في مصر طب أنا هسأل سؤال سيزج شوية الحمام اللي أنا بشوفه واقف عندي على البلكونة وحطوله مية وقتل وكده ده برضو حمام مصري ولا؟ لا ده حمام تتبرد تقولي بري أو حمام يعني إيه الحمام البري دوا أو الحمام اللي ممكن يجيع من حد أو الحمام البلدي زي ما احنا ما بنقول دي حاجات تانية خالص يعني دي ملايش جعوة خالص بالسلوات المصر طب ما عليش سؤال تاني سيزج أنا إيه على قدي في شغلانة الحمام دي الحمام اللي بيتاكل اللي بيتحشي روز ده البري ده اللي بيبقى طاير هو برضو نفسه هو ده واللي بيتبقى عند الفرارجي ده الحمام البلدي ممكن يبقى بلدي ويبرر طب طب الحمام ده أكيد أكيد لا يجرؤ أحد إن هو يفكر يحشي روز الله على الجمال دي جولف دان أيوة طيب قولي ده بقى استخدامته إيه يعني أنا بسمع حمام زاجل اللي بيتصير بجنزمان بيبقى تهلاسي ده مسابقات جمال مسابقات جمال حضرتك قلتلي في البداية إنه البشوات والأمرة كانوا في مجلات متخصصة بتكتب إن فلان كسب وفلان على أي أسس إيه معايير مسابقات الجمال يعني قولي وصفني مثلا حضرتك تتقاس من أول من أول الأول بيتقاس الأول هي المفروض دي اسمها حمرة يعني دي بيتقال عليها مرقاة غزار مرقاة غزار غزار لازم الريش دو يبقى ماشي سبعة وسبعة مثلا حلو لا واحدة واحدة يعني إيه سبعة وسبعة يعني دول اللا بيض ده يبقوا سبعة بس دول أربعة حلو حضرتك ما هو مش لازم كل ما يطلع مفتوح أتقر بابطسي حضرتك إن أحادي خمسة هي خمسة وأربعة مش لازم ببس هو الأفضل إنه يبقى سبعة وسبعة يعني النموذج هو سبعة سبعة النموذج أحنا بنتكلم دولة دي في حمامية بتاعت إيه؟ أه حلو حضرتك شوف تب في المنقرم هذي تبتأكل إزاي؟ هيا دي كل ما تتميز هي دي الحمار بتاعها دا دا حاجة درجة الحمار دا مكياس دا مكياس للتقييم الجفن الحمامية ذات نفسها الجفن بتا حضرتك واسعان عينيها دا دا مكياس في عيون هدية أو في عيون هدية؟ أه طبعا 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 إحنا بنقيس المكياس بنقول لحضرتك ولون العيون ولون العين طب إيه اللون الأرقص ولا لا الأرقص؟ الأرقص الأرقص إن كل لون ليه عين مميزة كل لون ليه عين مميزة إن أنا عايزك تفرج يعني دي لازم عينيها تبقى كده تبقى بيضة ومديها تعتبر حضرتك زي ما تكون بعرقك واخدة بالك حضرتك آآ لأ نشوفي يا كمان واخدة من لونها هي نفسها أيوة أنا بقولك بعملها بأحمر كده تحس إنها في حمار ماشي؟ دي يعني المرقعة بتبقى كده لو جبنا حمرة والمنقر بتقول المنقر لازم بتاعها كل ما يقصل لجوه كده كل ما تبقى السلالة أرقصة كل ما تزداد جمالة بالزبط كده هي الحمام كل ما يرتق الحمام في مستوى في التكوين بتاع دماغه تصغر لأن مكياس الدماغ دي ذات نفسها كمان ده مكياس طب أنا عايزة أعرف اللي بقهم صغنة ده بتأكلهم إزا إنت عندك كزغليل بتسموها زغليل طب أنا عايزة أروح معاك عند الزغليل اللي بالبق الصغنة ده وتوصف لي بتأكلهم إزاي؟ ماشي ح السין حلم شكرا حلم معك شكرا وشكرا شكرا حلم حلم موسيقى 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 فرجني بقى على أنا أقفل الباب هنا ها أيوا فرجني على الزغليل اللي من غير الربون أردو موسيقى 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 لا طبعا لا ما تكرش طبعا لسه ازغنون اه ده طبعا الحمام لو انت حضراتي خدت بالك هو يعتبر من غير بقى الحمام ده وان شغلانته عندي اللي احنا كنا بيتكلم عليه من شوية هشوف لو الكاميرا يا جماعة تعرف تجيب وشوفوا الشفايف عاملة ازاي ما فيش ده ما فيش خالص من قار طبعا الحمام ده وان الحمام ده شغلانته ان هو بيأكله اه يعني ده بيبقى بيعتبر بالنسبة له لان ده اهليه احنا ابتدينا نتدخل في الطبيعة اه فطبعا احنا بنحاول ندربي دايما الاميز اه فالاميز بتاعه ده وان عشان نربيه طبعا بنبقى محتاجين ان احنا نأكله يعني احنا بنجيب له حاجات من بره مستوردة تأكله وكلام بيأكل ليه يا أستاذ حاسيان؟ بصي احنا بنجيب حاجات من بره بتعتبر حاجة اسمها هندي ميكس يعني اكل يعتبر فده بنزوده بيه بنزود بيه الاكل يبقى عبارة عن ايه يعني؟ عن غذاء احنا لو احنا ينون يعني احنا هنا بنحاول لكن يعني ايه مش متفوقين ولا الكمزة كده يعني ما عندناش حد بيقدر يصنع الاكل بتاع الاساس الاكل بتاع الحمام عبارة عن ايه؟ احنا بنأكل فول وبسلة بسلة؟ اه بسلة الخضرة بتاعتنا دي؟ اه بسلة خضرة ودرع وجه وقرطم وامح ده الاكل بتاع الحمام طب ليه ده مش متوفرة عندنا؟ او ليه مش قد كده عندنا؟ لأ هو لما بيجوا يأكلوا الحمام ده اللي من جير بق البسلية او البتاع دي بتقف بق اه ماشي؟ فلو البسلية وفت مش عافي اكل حاج فاحنا بنضطر ان احنا نجيب له اكل سايل نتحن نتحن الاكل اه اكل سايل هو بيجي من برا جاس مطحون كده فاحنا بنجيب له الاكل السايل للمطحون ده ونحاول يعني ايه زي الرضاعة كده الصناعية طب معلش سؤال هو يعني الحمام البري اللي من نوع ده بيأكل ازاي ما معندوش حد يتحمله حاجة لا ما هو البر بقه من ورا واسع يعني يعني ايه يعني احنا الحمام ده من جير بق هو ايه اللي حصل ايه اللي حصل فاجأ خلاهم هما طاروا بس ايه طب ممكن يمكن هما منزعجين عشان احنا معنا الزغلولة تيه لا 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 عادي 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 لا لا اتفتح هما يعني ايه الفكرة كلها في الحمام ان الحمام بص حضرتك بنتعود ما هو ياكل من ايديك ها ويأكل عادي من ايه اه بأكله طبعا اه انا ما اقدرش معنا لو بعتمد على العليمش الا بأكله دي دي استاذ حسيم اه 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 أهلها فين زي ما بيقوله ممكن ممكن اتجرب ها طبعا انت اجرب طبعا وانت عشان شوفي كمان هدي بسلية او الحاجة هادي بسلية اه انا عازك تأكل هي بسلية بس انا خايفة تطيق لا ما تخافش ساكلة حاسايع اعرف شائية جدا عايزة انا عايزك تمسك البسلية الوحدة بس وتأكليها دربة للبسلية اني تبأكليها كده عشان شوفي بس لا انا عايزك تأكليها بيدي لا انا حاسة انها بتعذب لا مش هتعذب لا بصي احنا بصي الاكلة هيدي البسلية اه اه ما بتعرفش تكل ايما عشان كده بقولك الاهل ازا تنفسها بتعمل مشكلة طب بس دي بقى دي تحتاج لعاية ما هو ده الصعوبة يعني يعني الزغليل الصغيرة دي بتأكلها بتعملها بروجرام وبتأكلها واحدة واحدة طبعا ما هو الحاجة اللي هي لو انت النهاردة ما بتأكلش الحاجة وفيها صعوبة في ان انت تتعب معها عندك يعني كم زغلولة في اليوم بيبقى تقريبا عندك كم واحدة لا ده هي ساعات بتطلع كتير وساعات ما بتطلعش كتير المتوسط يعني كم المتوسط ما هو ما نيوم موسم يعني الحمام مثلا بتفرخ من اول شهر 3 لغاية شهر 8 ده الموسم بتاعها ده الموسم بتاعها من 3 ل 8 فبعد شهر 8 بيبقى عندك ممكن اه ممكن يبقى كتار ممكن يبقى عندي مثلا 60 ممكن يبقى عندي 70 عندي ويوميا تأكلهم بأديك واحدة واحدة من الزغليل دي تقول تأكلها بأديك اه طبعا ده مجهود هو لازم كتير على قال لي ساعتين 3 ما انت بتحبيهم ولازم تجيبي ادوية وتجيبي حاجات يعني انت زم انت بتشوف كده احنا عندنا ادوية كتير مستوردة وحاجات انا شايفة طول ما انا ماشي اه ادوية وحاجات ادوية مستوردة وحاجات يا فن بابها ومامتها وبعدين انا اتكلم على العناية و апدورها لا اا ابابتها ومامتها و حمامتين دول الضيرين الضيرين البيضة الجميلة دي ولا الي هنك في القفص ناظر الى هناك في القفص انا شايفة اللي في القفص كمان فيه بيتrollingة درقتين عليه هما لما MIT هما مش هي انا بقى جيب لهم something بس لما تكبر حيبقى شكلها زي دينم stret لا ولو لوا لما تكبر يبقى شكلها زى اللي هناك دول اه أصْل سيدي على انا اسف دي مون ار ايوة لا انا متل اخباتهم لكن الجميلة دي اسمها ايه اسمها النوع نوع ايه ده يعتبر استراليان ده استرالي استرالي مش مصري لا استرالي ده استرالي بس اضخم بكتير من الحمام بتاعنا هو احنا بنستعمل الحمام ده كمان بنأكل منه ايه معقولة ده بنأكل منه انا انا بالزمة دايه هنا على حد يتباحه وياك ويحشيه انهارا بياك لازم اكلك منهم بقى ده واحد انت بتجر فيهم بتبيع حاجات للأكل لو حباتك لا 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 مليشه منهم للأكل دول ها؟ مايهونش بتققلي عليك مايهونش انا لو لا بكتباحهم دول ببح منهم بس عادي لو انا معديش ويجالت بتتباح منهم؟ والله لو معديش فرخي دول ببح بتتباح منهم من السترالي ده وتعملوا عليه تحمروها وتكلموا كدا عادي فقالا؟ او الله طب غير الاستخدام ده الحمام بقى باسعاره اللي لسه نتكلم فيها دي مستخدم في ايه؟ لأ الجمال إحنا لما نجي نتكلم الخيل مثلاً في حصان ماشى في الشارع فيه جرة عربية ماشي وفي حصان بينزل بتشوفيه في أي قناعة أو موجود هناك في الهيئة بتاعت الخيل هات لهم بتطلبه في مليون جنيه يعني لأنه هو في صعوبة خلي بالك برضك أن الحصان الثاني اللي بيطلع الحصان العربي اللي بيطلع تكوينه كويس بيبقى صعب أنه يطلع وبيعانوا أنه يطلع خلينا أنا أقصد اللي بيقتني الحمام ده بيعمل بي إيه يعني بيحطوا في أقفاص برضو ولا بيعملوا قفاص كبير وتفرج عليه وهو بيطيروا ويرجع عليهم بيحب كل ما سبحان الله لما بتفرخي حمام أحلى كل ما أنت بتستمتع بيه أكثر يعني اللي استمتع بيه أن يبقى عندك مجموعة تحب تفرج عليها لكن مش بيطيروا ويرجع لا اللي بيطير ويرجع ده لازم يكون الحمام الرخيص فيه حمام السبق يعني ده حمام رميات قبل بس ما نتكلم عن الحمام السبق اللي بيطيروا ويرجع لازم يكونوا رخيص لأنها مجازفة إننا طاير ممكن يحصلوا إيه لقدر الله مع أنا بطاير أنا همسكلك يعني يا أنت هتمسكي لي الحمام أنا همسكهولي يروح غية تانية آه يا أنا همسكه وأنت هتمسكيه إيه الخطورات غير إن هو يروح غية تانية يعني ممكن يتاكي يوم وقت معلقه ويقوم ماشي حصلت لكشة قبل كده دي آه كان السؤورة كان بتنزل عندما عنا عندنا غية بتاعة ناشي وكان السؤور بينزل يعلق الحمام ويمشي أنواع غالية آه لدرجة إنه السؤورة دي كان بتسكم في مقادن أو في مقدنة أو في كلام اللي زي كده آه آه رمية أزازي يعني أنا مثلا شايفة إن دي وأنا مش من أهل الاختصاص دي حضرتك شايفة إن دي بألوان رقابتها الجميلة ومنقارها كده شايفها أجمل تصور من التانية اللي انت بتقولي إنها أغلى منها آه دي في وسط الأنواع تقييمك لها إيه؟ ده حمام بالنسبة لنا بيبقى بيأكل الحمام التاني ده حمام سبق يعني يعني إيه بيأكله؟ حمام سبق ده حمام سبق لا يعني إيه بيأكله الأول يعني إحنا دلوقتي بنحتاج حاجة تأكل الزغليل دي اللي مجروا الشيدي وهو بيتطوع ويأكله حتى لو دي يعني لو الزغلولة دي مش بنت الحمامة الرمية صح؟ آه تأكلها؟ آه تأكلها يعني هم لو لقوا زغليل معاهم في القفص يأكلوهم حتى لو مش لا أنا بحطها لهم إنه هي بيضة آه يعني إنه هي بيضة آه ماشي؟ وعلى فكرة هم هم نفس يعني إيه؟ اللي أنا عايز أقولولك إن برضك الحمام التاني اللي هو من جربو إيه برضك؟ يا أخوة براب يا دع الجمال برضك من جربو إيه دي شبه العجباني الرمية بس من غير مالسي من جربو إيه برضك سبحان الله ماشي؟ لا بس دي لون عيونها غريب جداً آه جفونها غريبة جداً آه سبحان الله بدين كل واحدة منهم لون عينيها واخد من لونها يعني دي عيونها لونها رماضي فاتح لونها لازم لازم يبقى فيه يعني إيه الحمام كله لازم يبقى فيه ألوانه وفيه كل واحد ملتزم بالعين بتاعتك سبحان الله سبحان الله دي اسمها إيه أو نوعها؟ ده ده يعتبر إزازي اسمه إزازي آه صافي صافي إزازي دي لابسة توقى لو مش لابسة توقى؟ نازم لابسة توقى حسألك على إسمها نازم إسمها إيه تفتكر؟ إيه؟ لا تفتكر إسمها؟ إنت بتفتكر أسامي المميزين أكيد طبعاً حمام زاجل ولسه بيستخدم في إيه؟ يعني قبل ما نتكلم في الكلام دا عايزت تفرجي على ألوانه الندرة قوي تقولي دي يعني أحلى حاجة عندي ودي أحلى حاجة عندي إيه أحلى حاجة الحمام البول إيه أفرج؟ نتفرج؟ نتفرج؟ اشتركوا في القناة على استخدمات وسeauة صحيحكم الخيت achieved بس Runins ده لابسة توقف ألواني لبانativos لا ت Eagle اسمها مساوي ده وشه غريب جداً جداً وعينيه حضرتك لازم الجفن والعينين الجفنه غريب ده كله غريب ولونه كمان مختلف ده بيبقى حاجة اسمها مسود مصري برضك ده حمام برضك مصري أنا عايزة أسألك أجمل الأنواع بدون تحيز أو شوفينية أجمل الأنواع مصرية؟ طبعاً إحنا المفروض يعني إيه نمتلك الحمام الوحيد اللي يعتبر من غير يعني إيه مالوش يبقى زي بيات الحمام ده حاجة اسمها إشر بندق اسمها إشر بندق؟ إشر بندق ومتسمى إشر بندق لأن جسمه عامل زي تأشيرة البندق ماشي؟ آه فعلاً شكله غريب سبحان الله والعيون برضو ملونة لازم جفنه تبقى مجدود لفوق عينيب تبقى مجدودة لفوق كدوه ماشي؟ ولازم ليه خد كده الخد ده بيقولوا عليه كوبيا ده ده حمام مصر ده مصري برضو مصري كل اللي موجود في الغية حمام مصري كبيراً؟ مصري مصري حمام محناش ممتجيبش حاجة يعني إيه مفيش مفيش سلالات سلالات مصري مفينية طب طب بدون تحيز ولا شوفينية فعلاً أجمل حمام هو الحمام المصري؟ مفيش حمام بشكل الحمام ده برا خالص مفيش أجمل من الحمام مفيش حمام بشكل الحمام ده ولا أجمل منه أساساً الحمام المصري ليه طعم أساساً وحمام حمام حلو خلينا نشوف نشوف الباقي ده اسمه إيه أستاذ حسان؟ ده اسمه قبلة جاسود برضك قبلة اسود ده نفس اللي احنا شوفناها في الأول السودة الجميلة دي بس دي فيها قبلة ده بقى فردي يعني فردي بقى بيتجوز فردي كبير شو؟ ده أغلى نوع عندك اسمه إيه؟ القشيه بندوق هو مش بالأغلى هو بالأجمل القشيه بندوق اللي شوفناها دي القبل دي على طول دي الأغلى آه طبعاً الحمام المتداَ هي مش بالأغلى أم البيض هي لكن معروف السوق إنه أغلى سلالة حمام اللي هي اسمها إيه؟ لأ هو اللاب لاه sponsor القشيه بندوقめ أغلى حاجة أغلى حاجة يعني دي يوصل سعرها كامل اللي احنا شوفنا هذي يعني ممكن سبعين ستين ألف جنيهات سبعين ستين ألف ممكن يوصل أنواع تانية لأكتر من كده أكيد طبعا ما هي حضرتك يا الغية بتبقى أنا مش عايزة بيع وإنت عايزة السلالة اللي عندي فأنا بضطر أن أي حد بيغرأ أي حد بالمال بيعدي بكام أعلى سعر بكم يعني؟ بستين ألف جنيه بستين ألف أعلى سعر ما فيش في السوق حاجة أعلى من كده ولا فيه؟ لا فيه طبعا أكيد ممكن يوصل كم يعني؟ لا ممكن بس مش هيوصل يعني زي ما أنت متخيلة يعني هتبقى مقربة للأسعار دي يعني يعني يوصل 100 ألف ويوصل 150 ألف لا ما فيش حاجة بباع بكلام ده لا ما ببعش في الحمام بالكلام ده يعني ممكن الحمام ما وصلش أعلى كلام ما يوصلش بالكلام ده طيب أنا عايزة أعرف منك بتعتني بيه إزاي يعني يعني المشتري حمامة بالرقم ده بيحافظ عليها وبيعتني بيها زي أنا شايفة يا نهود في كل مكان فيه كشفات كده زي بتاعة النموس أه طبعا دي للحجرات أه طبعا ولومد حمرة في كل مكان اللومد حمرة دي الإيه؟ عشان التدفيقات للتدفئة أه طبعا في الشتاء طب وفي الصف ما إيه يعني زي ما بنقول بالبلد كده ما يفرهدش من الحر لا في الصف ما تشتغلش لا في الصف الحمرة نفسه بتعمل إيه في الحر؟ بتديروا بيتامين سي بتديروا بيتامين سي بتديرهم ايه تاني كلمني على اللومد أه بديهم أدوية أو دي الإيه داء الحمرة بتاعت التدفيقات بالضبط كده بتشتغل في الشتاء وفي الصف ممكن لو ليلا ساعة أو حاجة شغالهم أه لو ساعة بس يعني بشيها دي السخن ذات نفسها تعمل سخنية طب قلتلي في الشتاء بتديهم في الصف بتديهم فيتامين سي؟ فيتامين سي عشان نرفع يعني الفيتامين سي بيشل جهد الحراري بيتمصلوا لأنهم زي الأطفال كلهم يعني أي زغلون صغير بياخوا بمصل لازم ياخوا بمصل ما بين الجدري وما بين حاجة اسمها مرض بيجيلهم ببوز الجاز المناعة بتاعتهم وبيجيلهم حاجة اسمها روشة الحمام تلاقيه ابتدى ما يكلش خلاص ودماغ وتلف تحتيك كده ويعيه ويموت يتفصل في الحالة دي بتفصله عن البيان على طول بفصله بس هو من الاول كان المفروض ان انا تدي له مصر يعني الحالات دي مليهش علاج الا مصر الأمثال بتقيق شر أمراض الحمام دي بنسبة كم في المياه؟ لا في الأمراض بداية مدام مشى في الموعيد بتاعي تعم بنسبة 80% طب 80-90% نسبة مش بطولة لا نسبة كويسة موضوع الفلونزة طيور واللخبطة دي أثر عليك ازاي؟ أثر على مربين الحمام كلهم ازاي؟ الفلونزة الطيور مأثرتش معنا لان احنا الحمام بالذات ما بيصابش بالفلونزة الطيور خالص لان الحمام جسمه سخن طبيعي انه ما بيصابش بالفلونزة الطيور نهائي فهي القصة كلها ان هي بس كانت حالة البلبلة اللي في الأول بس ان انت مش عارف ايه اللي بيحصل لكن هو الطبيعي ان الحمام ذات نفسه ما بيقولوش الفلونزة الطيور لان الحمام جسمه سخن فهيتنقله زي الفلونزة الطيور أسوأ حاجة لقدرة لو ممكن توصله يعني تخاف عليه من إيه؟ من الروشة الروشة دي اللي بتقول عيه دي ملاهاش تطعيم؟ لو ما تطعمش ممكن يتقطيع كل روح لقدرة لو بس حضرتك بتطعم آه طبعا معنا بقول لحضرتك إن أهم حاجة في الموضوع في الغية كلها التطعيم تطعيمات متوفرة؟ آه في المصل واللقاح دي كويسة يعني كلها متوفرة في المصل واللقاح آه دي في المصل واللقاح آه كويسة متوفرة لو في عندك حمامية غالية وتعبت وتعمل بها أي يعني؟ بتوضيع dropping بتوضيع الدكتور يعني أنا الفترة اللي فاتت دي اتجهتي مع dr. Pr, كده يعني إيه؟ إشغال معاهة جيد بس هو أغلبية الدكاترة اللي في مصر كلها شغالة في الفراق شغالة في الفراخ؟ آه مش في الحمام؟ آه أنا حدكا غلى أنهم شغلين أكثر في القطط بالكلام لا 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 شغالين في الفراق أغلبية الدكاترة اللي في مصر كلها جغالة في الفراق طب معلش يعني ما زرع الفراخ مش الشغلنا شبه بعدها الفراخ والحمام طيور لتنين يعني الأمراض اللي بتصيب دي مختلفة عن اللي بتصيب في حاجات طبعا بتصيبها طبعا والقطيع ذات نفسه بيبقى مختلف ذات نفسه يعني الحمامة غير جسم الفرخة مش بتكلم بقى في الأمراض حتى الأكل ذات نفسه الفرخة هو متعود انه هو بالفرخة قعدة 40 يوم أو 45 يوم عايز يتباحها لكن ده حمامة احنا عايزينه يعيش شوية يعيش ما شاء الله وتقولي بيعودوا بالعشر سنين ما شاء الله بعيز طبعا بتبقى فرقة طبعا ان انت عايزة تحاول تديهم حاجات مفيدة ليهم في الصحة حعود في الكلام اللي زي كده وتدي أدوية طبعا احنا بنجيب الأدوية كلها مستوردة من بره تقريبا بيبقى عليها يعني في أعراض واضحة طبعا احنا بنبص يعني الزبلة ذات نفسها بتاعت الحمامة بيبقى اللونها مختلف مثلا اللونها بيختلف اه انت رائبهم يوميا كل يوم تطلع تشوف أفص أفص طبعا انت لو سيبتهم يومين تطلع ما تلقومش الحمام لو ما كانش بيربيه صاحبه يختلف بنسبة 100% استاذ حسيم انت كلمتني كذا مرة على الحمام الخاص بالمسابقات صحح لي لو انا مخطئة الحمام المسابقات اللي احنا بنقول ليه الحمام الزجل هو نوال الحمام اللي موجود الغوايه هنا هون بيجيبوه من بلجيكا اه احنا الغوايه بتسابق بيه ده بتبقى يعني نظام سابق كل واحد بيربي السلولة بتاعته على بيته وبعدين يبتدوا كلهم يتجمعوا في مكان واحد ويتسيبوا اه في دبلة يتسيبوا وبقى فيه نقطة بيلتقوا فيها كل واحد مع ساعة كل واحد مع ساعة اه اه يتسيبها تروح وترجع له تاني الجماعية اللي تسيبها اه وترجع لصاحبها ترجع لصاحبها قول ما تيجي بتدق في الساعة دا اه طب بس مش الموضوع لي علاقة بالمسافة يعني مثلا الجماعية دي فين لا ملاجعوا بالمسافة كل واحد بتتقاس على جيب اس اه بيتقاس في كم فقد ايه وقت في كم دقيقة مش في كم كيلو اه بالضبط بالضبط والسرعة بتاعتها اللي دخلت بيها ويتقاس على كبه دي مسابقات كبيرة بتتعمل هنا في مصر اه طبعا بتعمل طبعا عندك هنا هو حمام زاجل في المكان عندي حمام زاجل شكله ايه شكله متالي متعارف عليه اهلا 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 اه انت علمتني امسك كده مضبوط ده ده حمام سبق حمام زاجل ده حمام زاجل وبيستخدمه زي ما بنسمع زمان في البريد يعني بيخطه بيتربى وانت لو عايزة تخديه اي مكان بيبتدك مرا ويمشي المسافات اللي انت بيستخدمه لكن ممكن حضرتك لو حبيت تبعت بيرسالة فعلا ده يتعمل لا يبعت بيرسالة ان حضرتك تبقى قاعدة في البيت هنا مطيران في البيت اه وانا اخده معي واسفر اسكندري تبعتلي رسالة يرجعلي البيت هو يرجعلك البيت على المكان اللي انت فيه بس في وقت من الوقت كانوا بيعتمدوا الطريقة دي للتراسل حضرتك بيبقى متربى في مكان وبيرجع للمكان اللي هو متربى فيه سبحان الله سيدي 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 بها عادي؟ عادي او ايه ده مش عايزة يتمشي جاني طب احنا انت قلتلي اللومة الحمرة دي بتاعت التدفئة وانا حاسة ان هي فعلا يعني فعلا عاملة حرارة عالية اه ده يا خبرة بيادى السخونة وصلة لحد هنا لا احنا نطلع برا نكمل كلامنا عشان هنفتص نصب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تاستاذ حسام المسل بيقول اللمعائلش محيروا يجيب حمام ويطيروا هل دا معناية انه تربيت الحمام مقصورة طول عمرها على الاسرياء؟ هي طبعاً أي غيّة، الغيّات كلها يعني أي غيّة فيها لازم جزء مادّي لأن هي لو ما فيهاش مادّي، أنت مش هتقدر يتحفز على السلالة اللي أنت بتربيها يعني أنا النهاردة هبقى مجبر إن أنا باعت حاجة كويسة اللي عندي فمش هيبقى فيه سلالة، فلازم يبقى فيه برضك، لازم أكيد الناحية المادّية مهمة في الحاجات داية يعني نقول ممكن قولنا هواية الأسرياء وأصحاب المزاج كل الهواية كده على فكرة أسرت عليك كورونا إزاي؟ كورونا أصرت طبعاً ملاحة تسوق الحمام، ملاحة ترويج بتاع الحمام أصرت في البلد كلها عماتة يعني مش وقف الساعات على البيع والشراء في الوقف خالص أكيد طبعاً لأن الناس طبعاً مش عارفة الظروف بتاعاتها وإيه اللي بيحصل وبالذات بداياتها ذات نفسها كانت فرقاً يعني الناس مش فهمة إيه اللي بيحصل مين اللي هياعية، مين اللي مش هياعية، الدنيا كانت ملغبطة شوية كده الدنيا ملغبطة فعلاً طب مثل تاني عكس المثل الأولاني خالص بيقولك اللي معهوش يصفر أنا عرفت إنه يصفر دي المساعدين بتوعك قالولي اللي بيصفر ويعمل بالأعلام بغاية الحمام كده هو ده المقصود بالمساعدة لا هي غيتي هي غيتي المشي لا هل ده معنا اللي معهوش بيجيب الحمام العادي البلدي اللي بتقولوا عليه بلدي؟ هو الحمام التاني طبعاً ما فيه شك المرخص من ده بكتير أهو فأكيد طبعاً هو بردك بيطير الحمام بردك بيستمتع بالهواية اللي هو بيقدر عليها يعني اللي بيقدر عليه بس هي مزاك يعني ممكن واحد بيصفر اللي بيتربى اللي بيشوفه على الأسطح وبيعملوله الأعلام كده ده بيتربى بغرض البيع الدبح والأكل لا ما مش بغرض الدبح ولا بيبقى في أنواع هو بيبقى نفس الألواع الأنواع اللي حضرت ده بجبال الحمام المصري دول أو بس أسعاره ذات نفسها بتبقى إيه يعني إيه الضعيف فيها مستوى ضعيف جداً فالضعيف جداً ده مثلاً بيبقى عشان يقدر يطير الفرد بمية جنيه بمية وخمسين جنيه يعني ما يطيرش حمام غادي لأن مثلاً يعني مش ممكن يطير الفرد بخمس ستة ألاب جنيه متقفش منه اللي بيطير اللي بيشوفه وقف على الشبابيك ده بيجي يبيض عندي على الشباك مثلاً ده ده حمام بري بري ده استخداماته إيه لو عملتله على سطحة عندي غية يعني اللي أعرفة لأمه يعني ولا يعني يجوا يجوا يأكلوا بس يأكلوا ويمشوا لأنهم ما يقدرواش تحبسوا ما تعودوش على الحبسة فبيبقوا لو أنت حتى حبيتي تحبسيهم ما يقدرواش تحبسوا ويجرروا لهم حاجة لأن الحمام ده بيبقى يعني إحنا بنقول على اللي بري لأنه هو يعني إيه ملتزم بالطبيعة مبرر بيعرف يعيش في الطبيعة لكن ما يعرفش يعيش إنه هو يسكن الكلام اللي زي كده يسكن في غية ويأكل زي الحاجات ده وهي حمام كمان لو أنت حضرتك شفتيهم هتليهم أكسامهم صغيرة جدا كده أكبر من اليمام ده حاجة بسيطة لأ أنا هنا شايف أحجام كبيرة يعني اللي وقفة وراك البيضة الجميلة دي اللي أنت قلتلي استرالي مصدر حجمها كبير قياسا بالأحجام اللي أنت قلتلي إنها غالية حجمها أصغر الثانين ما بيدرجوا آكلهم على قاتتهمicação يعني لهم الثانين ما بيأكلوا مهما كل حصلته zac是不是 صغير وهو تعاوب من صغره عشان إحنا ده اللي هي الأنواع الغالية آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هو الاكل دون بقى بيبقى عبارة عن حاجة اسمها هندي ميكس ده بيجي من برا اه ماشي؟ الفرق بينه بين الاكل المصري المتوفر ايه الاكل لا ده اكل مختلف تماما مية في المية يعني دون مالوش جاوة يعني دون باكل بنسويه على النار ورين اه بيجي من برا في العلب دي كده زلهم اه 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 ده شكله مختلف ده بودرة بودرة اه ده بيتطبخ اه بيتطبخ 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 وتدهولهم زي ردعة كده زي الردعة اه يوميا يوميا لحد ما تتم قدي ايه تقريبا لحد لما الزغلول يبتدي يأكل لوحده يأكل لوحده من الاكل المصري اه يأكل من لوحده وهو خلاص كده فانا بقول لحالتك دون بيبقى حمام فبقى صحيته ضعيفة صحيته صحيته ضعيفة لما يكون حمام بيأكل من بدري وصحيته خويسه قوي لما يكون حمام خواجات يعني دول خواجات شوية بس مصريين انت قلتلي بقى يعني لا مصريين او ايوه بالزبط مصريين استاذ حسام انا سعيدة جدا بحلقة النهار ده انا اسعد بحضرتك وقال ده انا شرفتنا ونورتنا ده انا شرفتنا ونورتنا مصريين في اول الحلقة هي حلقة ريئة لاصحاب المزاج العالي وانا سعيدة جدا بالمعلومة اللي انت قلتها لي ان كل يا جماعة الحمام الجميل اللي احنا شايفينه ده مصري 100% شرفتنا ونورتنا شكرا شكرا نشوفكم الحلقة الجاية سؤال شكرا شكرا